بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد واسمع دعاي إذا دعوتك واسمع نداي إذا ناديتك وأقبل علي إذا ناجيتك فقد هربت إليك ووقفت بين يديك مستكينا لك متضرعا إليك راجيا لما لديك ثوابي وتعلم ما في نفسي وتخبر حاجتي وتعرف ضميري ولا يخفى عليك أمر منقلبي ومثواي وما أريد أن أبتئ به ممن تقي وأتفوه به من طلبتي وأرجوه لعاقبتي وقد جرت مقاديرك علي يا سيدي فيما يكون مني إلى آخر عمري من سريرتي وعلانيتي وبيدك لا بيدي غيرك زيادتي ونقصي ونفعي وضري إلهي إن حرمتني فمن ذا الذي يرزقني وإن خذلتني وإن خذلتني فمن ذا الذي ينصرني إلهي أعوذ بك من غذبك وحلولي سخطك إلهي إن كنت غير مستأهل لرحمتك فأنت أهل أن تجود علي بفضل سعتك إلهي إلهي كأني بنفسي واقفة بين يديك وقد أضلها حسن التوكلي عليك فقلت ما أنت أهله وتغمتني بعفوك إلهي إن عفوت فمن أولى منك بذلك وإن كان قد دنى أجلي ولم يدنني منك عملي فقد جعلت الإقرار بالذنب إليك وسيلتي إلهي إلهي قد جرت على نفسي في النظري لها فلها الويل إن لم تغفر لها إلهي لم يزل برك علي أيام حياتي فلا تقطع برك عني في مماتي إلهي كيف آيس من حسن نظرك لي بعد مماتي إلهي وأنت لم تولني إلا الجميلة في حياتي إلهي تول من أمري ما أن تهلوه وعد علي بفضلك على مذنب قد غمره جهلوه إلهي إلهي قد سترت علي ذنوبان في الدنيا وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى إلهي إلهي قد أحسنت إلي إذ لم تظهرها لأحد من عبادك الصالحين فلا تفرحني يوم القيامة على رؤوس الأشهاد إلهي إلهي جودك بسط أملي وعفوك أفضل من عملي إلهي فسرني بلقائك يوم تقضي فيه بين عبادك إلهي إلهي إعتذاري إليك إعتذار من لم يستغنع قبول عذري فاقبل عذري يا أكرم من اعتذار إليه المسيئون إلهي لا ترد حاجتي ولا تخيب طمعي ولا تقتى منك رجائي وأملي إلهي لو أردت هواني لم تهدني ولو أردت فضيحتي لم تعافني إلهي إلهي ما أظنك تردني في حاجة قد أفنيت عمري في طلبها منك إلهي فلك الحمد أبدا أبدا دائما سرمدا يزيد ولا يبيد كما تحب وترضى إلهي إن أخذتني بجرمي أخذتك بعفوك وإن أخذتني بذلوبي أخذتك بمغفرتك وإن أدخلتني النار أعلمت أهلها أني أحبك إلهي إن كان صغر في جنب طاعتك عملي فقد كبر في جنب رجائك أملي إلهي كيف أنقلب من عندك بالخيبة محروما وقد كان حسن ظني بجودك أن تقلبني بالنجاة مرحوما إلهي وقد أفنيت عمري في شرة السهو عنك وأبليت شبابي في سكرة التبعدي منك إلهي فلم أستيقظ أيام اغتراري بك واركوني إلى سبيلي سخطك إلهي وأنا عبدك وابن عبدك قائم بين يديك متوسل بكرمك إليك إلهي أنا عبد أتنصل إليك مما كنت أواجهك بك من قلة استحيائي من نظريك وأطلب العفو منك إذ العفو نعتو لكرمك إلهي لم يكن لي حول فأنتقل به عن معصيتك إلا في وقت أيقظتني لمحبتك وكما أردت أن أكون كنت فشكرتك بإدخالي في كرمك ولتطهير قلبي من أوساخ الغفلة عنك إلهي انظر إلي نظر من ناديته فأجابك واستعملته بمعونتك فأطاعك يا قريبا لا يبعد عن المغتر به ويا جواد لا يبخل عن من رجى ثوابا إلهي هب لي قلبا يدنيه منك شوق ولسانا يرفع إليك صدق ونظرا يقربه منك حق إلهي إلهي إن من تعرف بك غير مجهول ومن لغذ بك غير مخذول ومن أقبلت عليه غير مملوك إلهي إن من انتهجى بك لمستنير وإن من اعتصمى بك لمستجير وقد لذت بك يا إلهي فلا تخيب ظني من رحمتك ولا تحجبني أن رأفتك إلهي أقمني في أهلي ولايتك مقام من رجى الزيادة من محبتك إلهي وألهمني ولهم بذكرك إلى ذكرك وهمتي في روحي نجاحي أسمائك ومحلي قدسك إلهي بك عليك إلا الحقتني بمحل أهلي طاتك والمثبى الصالحي من مرضاتك فإني لا أقدر لنفسي دفعا ولا أملك لها نفعا إلهي أنا عبدك ضعيف المذنب ومملكك المنيم فلا تجعل لي ممن صرفت عنه وجهك لك وحجبه سهوه ونفوك إلهي هب لي كمال الإنقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظماء وتصير أرواحنا معلقة بعزي قدسك إلهي واجعل لي ممن ناديته فأجابك ولاحظته فصعق لجلالك فناجيته سراً وعمل لك جهراً إلهي لم أصلت على حسن ظني قنوط الأياس ولن قطع رجائي من جميلي كرمك إلهي إن كانت الخطايا قد أسقطتني لديك لديك فاصفح عني بحسن توكلي عليك إلهي إن حطتني الذنوب من مكارمي لطفك فقد نبهني اليقين إلى كرمي عطفك إلهي إلهي إن أنامتني الغفلة على الاستعداد للقائك فقد نبهتني المعرفة بكرمي آلائك إلهي إن دعاني إلى النار عظيم وقابك إلهي فقد دعاني إلى الجنة جزيل ثوابك إلهي فلك أسأل وإليك أبتهل وأرغب وأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأنت أجعلني ممن يديم ذكراك ولا ينقض أحداك ولا يغفل عن شكرك ولا يستخف بأمرك إلهي وألحقني بنوري عزك الأبهاج فأكون لك عارفا وعن سواك منحرفا ومنك خايفا مراقبا يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على محمد رسوله وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا